والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرع خلال هذا اللقاء وتكملة للدرس الماضي بخصوص معايير تشكل عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية أعزائي الطلبة كنا قد تعرفنا في الدرس السابق على أن عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية شاهد بروز وظهور صراع جديد بين المعسكرين المعسكر الشرقي الشيوعي بزعامة اتحاد سوفيتي والمعسكر الغربي الرأسمالي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية هذا الصراع عرف في القاموس السياسي بالحرب الباردة فما هو تعريف الحرب الباردة الحرب الباردة هي ذلك الصراع الإديولوجي بين المعسكرين الشرقي الشيوعي بزعامة الاتحاد السوفيتي والمعسكر الغربي الرأسمالي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية والذي اشتد ما بين 1945 و 1989 هذا السراع استعملت فيه مجموعة من الاستراتيجيات مع عد المواجهة العسكرية المباشرة عزيزي الطالب ما هي استراتيجيات كل المعسكر في مجابهة المعسكر الآخر أو ما سمي أو ما عرف عند بعض المؤرخين بالوسائل والوسائل المضادة لقد وظف كل المعسكر في الحرب الباردة مجموعة من الاستراتيجيات وتنوعت ما بين العسكرية السياسية الإعلامية وهو ما يبينه الجدول التالي إذن عزيزي الطالب خلال هذا اللقاء سوف نركز على استراتيجية المعسكر الغربي وعلى وسيلة من وسائله الاقتصادية ألا وهو مشروع مارشال وعلى استراتيجية المعسكر الشرقي وعلى وسيلة من وسائله الاقتصادية ألا وهي منظمة الكوميكو وعلى وسيلة من وسائله السياسية وهي دعم حركات التحرر نبدأ الآن باستراتيجية المعسكر الغربي وبوسيلته الاقتصادية ألا وهو مشروع مارشال ما هو مشروع مارشال وما هي أهدفه هو مشروع اقتصادي ذو أبعاد سياسية طرحه كاتب الدولة للشؤون الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية جورج مارشال في 5 جوى 1947 وهو عبارة عن مساعدات اقتصادية بلغت قيمتها حوالي 13 مليار دولار أمريكي وهي موجهة لكل الدول الأوروبية بما فيها الاتحاد السوفيتي لتخلص من الآثار السلبية للحرب العالمية الثانية نجيب عن السؤال الثاني ما هي أهداف مشروع مارشال بطبيعة الحال لمشروع مارشال أهداف معلنة وهناك أهداف خفية نبدأ عزيزي طالب بالأهداف المعلنة لمشروع مارشال إن الأهداف المعلنة لمشروع مارشال هي إعادة بناء الاقتصاد الأوروبي المنهار بسبب الحرب العالمية الثانية أما الأهداف الخفية فإن مشروع مارشال لم يطرح لإعادة بناء أوروبا أو اقتصاد أوروبا فحسب وإنما كانت له أهداف خفية نجيزها في أربعة نقاط رئيسية أولا المحافظة على النظام الرأسمالي في المنطقة أو في أوروبا بمحاصرة المد الشيوعي الزاحف أو القادمي شرق أوروبا ثانيا فرض الهيمنة الأمريكية على أوروبا ثالثا ربط الاقتصاد الأوروبي بالاقتصاد الأمريكي ورابعا هو محاولة جر الاتحاد السوفيتي ودول أوروبا الشرقية إلى الرأسمالية ومحاولة خلق تفكك وتشقق داخل أو إنشقاق داخل الكتلة الشرقية أما الآن عزيزي الطالب كيف كان رد فعل الاتحاد السوفيتي اتجاه هذا المشروع ذكرنا في السابق أن استراتيجية المعسكرين هي وسائل ووسائل مضادة بطبيعة الحال الاتحاد السوفيتي كان رده اتجاه هذا المشروع هو مشروع اقتصادي ممثل وهو تأسيس منظمة الكوميكون فما هي منظمة الكوميكون وما هي أهدافها إن منظمة الكوميكون هي منظمة اقتصادية أسسها الاتحاد السوفيتي في 25 جنف 1904 وتعني مجلس التعاون والتبادل الاقتصادي وهي تضم مجموعة من دول أوروبا الشرقية نذكر أهمها شيكوسلوفاكيا يوغوزلافيا ألمانيا الشرقية الاتحاد السوفيتي بولغاريا رومانيا ألبانيا وبولونيا ودول شيوعية أو دول من أوروبا الشرقية أخرى أما الآن سوف نتطرق إلى أهداف هذه المنظمة هناك أهداف أراد المعسكر الشرقي تحقيقها كما كان للاتحاد السوفيتي أهداف أخرى فما هي أهداف المعسكر الشرقي إن المعسكر الشرقي كان له أهداف من وراء تسيس هذه المنظمة ونجزها فيما يلي تنمية التبادل التجاري بين دول المعسكر الشيوعي بخلق أو بإقامة أو إنشاء منطقة للتبادل الحر بين دول المعسكر ثانيا العمل على تحقيق التكامل والتعاون بين دول المعسكر الشرقي أما الاتحاد السوفيتي فإن أهدافه هي أهداف أخرى نجزها فيما يلي فصل وعزل دول أوروبا الوسطى والشرقية اقتصاديا ومنعها من الإنسياغ وراء مشروع مارشال ثانيا فرض وتكريس الهيمنة على الدول أوروبا الشرقية عزيزي طالب هناك استراتيجيات أخرى اعتمد عليها المعسكر الشرقي ومن أهم هذه الاستراتيجيات هي الوسائل السياسية ومن أهم هذه الوسائل السياسية هي دعم حركات التحرر فكيف كان ذلك؟ لقد سعى المعسكر الشرقي إلى دعم حركات التحرر من خلال مجموعة من الأشكال أو اتخذت هذه المساندة مجموعة من الأشكال أهمها السياسية والديبلوماسية ما هي أمثلتنا على ذلك؟ وقوف المعسكر الشيوعي أو الاتحاد السوفيتي على الخصوص إلى جانب مصر أثناء العدوان الثلاثي البريطاني الفرنسي الإسرائيلي على مصر سنة 1956 ثانيا مساندة الثورة الجزائرية من خلال اعترافه بالحكومة المؤقتة للثورة الجزائرية ثالثا دعمه ومساندته للثورة الكوبية سنة 1958 أو ما بين 1958 و 1959 ما هي أبعاد أو السؤال المطروح الآن ما هي أهداف المعسكر الشيوعي من خلال دعمه لهذه أو لحركات التحرر إن أهداف المعسكر الشرقي الشيوعي بطبيعة الحال كان هدفه هو محاولة أو توسيع المد الشيوعي في المنطقة ومنافسة الرأسمالية فيها ثانيا إضعاف الدول الاستعمارية الرأسمالية كفرنسا وبريطانيا ثالثا استمالة البلدان المستعمرة وهذا يدخل في إطار توسيع المد الشيوعي استمالة البلدان المستعمرة نحو الشيوعية أو نحو الدول المعسكر الشرقي أعزائي الطلبة إن هذا الصراع كان على أشده بين المعسكرين وكاد أن يؤدي في العديد من المرات إلى قيام مواجهة عسكرية بين العملاقين المعسكر الشرقي الشيوعي بزعامة الاتحاد السوفيتي والمعسكر الغربي الرأسمالي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية في العديد من بؤر العالم وهو ما عرف في التاريخ بالأزمات الدولية فما هو تعريف الأزمات الدولية وما هو تأثيرها على العلاقات الدولية هذا ما سنتطرق إليه في اللقاء القادم إلى ذلكم الحين السلام اشتركوا في القناة